أبل فصل جديد من الأرباح نقف على تفاصيله في هذا العرض والأسباب التي أدت إلى كل ذلك دعونا نتأمل أبل بهذه الأرباح المليارية التي ارتفعت ما بين الربع الثاني من 2020 والربع الثاني من 2021 111 في المئة نتحدث عن 23 مليار و 600 مليون دولار الإرادات أيضا على المستوى السنوي زادت ب53.7 في المئة كنا نتحدث في العام الماضي عن 58 مليار و 300 مليون دولار الآن نتحدث عن 89 مليار و 600 مليون دولار أعلى من التوقعات التي أشرت إلى 77 مليار و 400 مليون دولار الإرادات عبر الفصول يعني إذا قررنا الإرادات الفصلية نجد أنها تراجعت في أبل لكن على المستوى السنوي زادت كما تبين هذه الرسوم البيانية دعونا ننتقل إلى أبل وما يرفضها بهذه الأرباح الكبيرة آيفون الدجاجة التي تبيض ذهب لشركة أبل في المقدمة ترفض هذه الشركة ب 47 مليار و 900 مليون دولار ماك أيضا بتسعة مليارات و 100 مليون دولار الآيباد يرفض أبل ب 7 مليارات و 800 مليون دولار الإكسسوارات أيضا هذه أصبحت ربما تجارة رائجة في أبل حتى الإصدار الجديد من الآيفون كانت المقابس الكهربائية تباع على حدة نخشى أن يأتي يوم تباع فيه الكاميرا أيضا على حدة على كل الأكسسوارات ترفض شركة أبل ب 7 مليارات و 800 مليون دولار والخدمات كذلك تقدم 16 مليار و 900 مليون دولار لهذه الشركة ما هي المناطق التي ترفض أبل بكل هذه الإرادات الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة تمنح أبل 34 مليار دولار أوروبا 22 مليار و 200 مليون دولار الصين الكبرى 17 مليار و 700 مليون دولار اليابان 7 مليارات و 700 مليون دولار دول آسيا والمحيط الهادي 16 مليار و 900 مليون دولار إذن هذه هي المناطق الجغرافية في العالم التي تسهم في إرادات أبل في الصين الكبرى لوحدها ارتفعت الإرادات 87% على أساس سنوي وذلك لأن جائحة كورونا ربما حدث فيها بعض التراخي وبعض الفتح في هذه المنطقة تصريحات إدارة أبل يعني تيم كوك الرئيس التنفيذي يقول أكثر من 660 مليون هي اشتراكات مدفوعة مقارنة ب 40 مليون دولار في الربع السابق كان هناك نصف تريليون عمليات متجر التطبيقات هذه واحدة أيضا من الروافذ التي ترفض هذه الشركة المدير المالي يقول على الرغم من شح الإمدادات بسبب نقص الرقائق إلا أن نتوقع مضاعفة إرادات الربع المقبل والرقائق واحدة من الإشكالات الكبيرة التي تواجهها العالم وحتى صناعات مختلفة كصناعة السيارات وغيرها من هذه الصناعات إذن نواصل في تصريحات أبل وزيادة توزيعات الأرباح على المستوى الفصلي 7 في 100 نتحدث عن 22 سنت للسهم وهو أعلى هامش إجمالي في 9 سنوات للأرباح ب42.5 في 100 الشركة كذلك قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 90 مليار دولار كان هذا الرقم 50 مليار دولار في 2020 وكان 75 مليار دولار في العام 2019 لازم نواصل في أبل وأداء سهمها هذه الشركة ارتفع أداء سهم منذ بداية العام بـ 3.2 في المائة في جلسة 28 أبريل بعيد إعلان النتائج فقط ارتفع السهم 81 نقطة مئوية تقريبا والسهم ارتفع 3.12 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق كل هذه نتيجة طبيعية لهذه النتائج التي اعتبرها البعض مبهرة بطبيعة الحال وأبل لم تصدر توجيهات رسمية لتوقعات الربع المنتهي في شهر يونيو إذن هذا هو المشهد العام لهذه الشركة العملاقة الكبيرة التي تحقق أرباح في وسط كل هذه الظروف ولا زالت التفاحة تثمر ترجمة نانسي قنقر